يا الاخلن وساخلن اخلن 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 طيب خلونا نجدد ترحيل مرة تانية بدكتور غادة خليل مديرة مشروع رواد 20-30 وكنا لسه بنتكلم حتى في الفصل على ان هو مشروع رواد 20-30 هو الواخد تصنيف عالي جدا جدا جوة اليونيتد نيشنز او الامم المتحدة بس انا بقى قلت ايه قبل الفاصل قلت الاحصائيات دي وصلت كل ايه لقيته ايه يعني لقينا طبعا التمويل بتاعي يعني احنا دلوقتي لسه في مرحلة تجميع الاحصائيات الخاصة بالمنظومة نفسها وصلتنا لقيه انه اكثر الاقبال من الشباب على الشركات التكنولوجية القائمة على التكنولوجيا اكثر الشركات اللي بتنشأ بتنشأ في القاهرة وفي السكندرية وفي العاصم الكبرى اكثر المزايا التنفسية اللي موجودة عندنا محتاجين نشتغل وندعم اكثر قطاعات الدولة محتاجها في فترة مقبلة لانه مثلا خطة الاصلاحات الهيكلية الاخيرة اللي طلعت مركزة على ثلاث قطاعات مركزة على الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات فبالتالي مع وجود بيانات قدرنا نشوف ايه هي المحافظات اللي الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات تعتبر مقاومات اساسية فيها ومزايا تنفسية فبالتالي بدأنا الان نبحث انشاء عدد اكبر من حضنات الاعمال ودعم اكتر لرواد الاعمال في هذه المجالات عشان نبقى بنخدم الترمية الاقتصادية بشكل عام وكمان بنخلق فرص عمل متمشية مع توجه الدولة بشكل عام حلو جدا